السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتعلم طريقة إعادة تشغيل الروتر وأن تجالس على الحاسوب إذن نبدأ على بركة الله سأحمل هذا الملف سأضع لكم رابط التحميل تحت أسفل الفيديو بعد تحميله ننقر عليه ثم ننقر على مضيفي ونغير هذا الـ IP أين نجد هذا الـ IP؟ نذهب إلى cmt ونكتب ipconfig ها هو غالبا ما تكون 192.161.1.1 ندخل الـ IP الخاص بكم هنا IP الروتر إذن ندخل ندخل إذن المستخدم يوه منا هنا و الباسورد يوه منا 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 ندخل الباسورد هنا باسورد الروتر هذا كل شيء ثم نغرق الـ بلوك نوت ننقر على سيف أو انرجستري وبعدها كل ما كل ما أردت أن تقوم بإعادة تشغيل للروتر تضغط على لإعادة لابد من منا منا أنا نشاهد هادي هادي الطريقة كما نقول للمعجازين هادي هادي كل ما اعقاذ سيحب هذه الطريقة وانتدر حتى يعمل اعادة شغيل ها هو اتفق ها هو كي يجعل مهم امه هديني قد تعاني للشهاد و للكداء امه هديني ذاهب للخل سأوقف الفيديو لكي لا أطول عليكم حتى يكمل الشغيل سأوقف الفيديو لكي لا أطول عليكم حتى يستعمل المصباح هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة موعدنا في الحلقة القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة